بس عبدالباقي نعطيه التعليق لأنه مهم برشة معتا ديما في كل حقيقة في كل مرة معتا جخصينا نلاحظ أنه الإعلام المصري في كل مقابلة مهمة سواء كان في مسابقة إفريقية تهم الأندية وإلا مسابقة إفريقية تهم المنتخبات دائما الإعلام المصري يتعامل بالطريقة هذه ديما فما تشتيت ديما فما اللي هما يعرفوا واحنا ما نعرفوش ديما فما اللي نحنا نغورو وهما ما يغوروش خذي نزوز تسريحات خالد الغندور اللاعب السابق لزمالك المصري وعلى فكرة هو أكثر لاعب متوج مع فريق زمالك المصري وعلى فكرة أيضا هو صديق يقول أنه ترشح ترشح لدور المجموعات بفضل خطأ من الحكم واللاعب السابق فاروق جعفر يقول كنا نجيبوا حكام يحكي على روحه كزمالك كفريق زمالك نجيبوا الحكام وكانوا الحكام يخيروهم تحبوا تاخذوا ذربة جزاوة إلا نطرب دوركم لاعب من الفريق المنافس اليوم هل حان الوقت سي عبدالبيقي الحقيقة أنه زاد الإعلام المصري ما يسيرش معتها فيقوا شوية مشهكرة ومشهكة تعامل مع معطيات للجمهور الرياضي في 2023 و2020 و2019 ربما كان ينطليش شيء ذا في سنوات تقديمة ما كانش فيما فيسبوك وما وقعتها وصل الاجتماع وغير واليوم يبدو أنه الإعلام المصري ما تمواصل في نفس السياخ سي عبدالبيقي اللي هو يخليه لحقيقة إعلام في بعض الأحيان يضحر أرد بالك الغندورة تغشش على السلمي من كلمة يضحر هو مش الإعلام المصري ولكن بالتحديد بجوفياتر بلو بريسيل إعلام الزمال كاوي لأن الزمال كذاي كيف حان الإعلام الأهلاوي والله ما شاء الله عليه العلام الأهلاوي عنده مش يتكلم عنده فريق قوي وفريق في مستوى عالي وفريق يحقق في بطولات وفي إنجازات هذي عندهم فريق كما كسردوك يقول كذا هو إذن نهار كامل تسمع كان فيهم يعايته وهو شي ما ثم نهار كامل هو ما يعارك وحسن جمهور وقوة جمهور وحسن جمعية وشعبية ثم كانت جعجيع وثم كان الكذب في بلصة تنهيه وبالفريق متاحهم باش ديجا تصريح فاروق جعفر كف في الخالد الغندور وهذا عليش عادي ليه باش تعرف مع أنه هو من الغادي يتكلم يقول لا وكذا ثم أنا ملوموش خالد الغندورة أنا اللوم الناس اللي نصبت مشانق بعد ماتش الترجي ورانجرس النيجيري في تونس توانسا والبونت ومش بونت وماش بنالتي والبرة والليت والأربيت والمنع الجو ايه توانسا عاملت هك اخو توانسا قبل ما نمشي أنا لخالد الغندور شقاء ولا موضوع الساعة جمعة كاملة وانا استحكي على البونت والترجي البنالتي البرة والداخل جمعة كاملة ويكيد يكون اجميع بنوال برة والأربيتر هذا صار والمصار صحيح كيفاش تحب انت اذا ملكاوي لادفيرسير متاعك من جيش يستحضر شهاتك معناها شهاتك الوطنية الكبيرة باش يبرر بيها الموقف متاع في حين انو نفس العبادة اللي في البلاتوية التونسية في اخطاء اخرى وكان نجبد لك توانسا نخرج لك جريدة يعني نرمى العادي نجبد لك جريدة محلي وبراني راه اما انا انا ما يقولش انا كينشوف فريق تونس يربح وحتى بخطاء تحكيمي في اضعف الحالات اسكتوا اضعف الحالات اضعف الايمان او يقول الخطاء باش هاريون اتعدى اما اني الناس تززر بالميس وكأني كارثة حصرة تونس هما عنده فريقة ترشح للشامبينز ديك كيفاش تحبوا هو هذا خالد الغندور ويكن الثلاثة هذي عام 94 خالد الغندور هذي وقتله هو لباس عليه وبلاش اربيتر احز اربيتر في افريقيا لا هو لاعب محترم هو ذاق نار الترجي ذاقها شايفها يعرفها ويعرف انه الترجي مش في حاجة لانه حتى تجيب له اربيتر ولا كذا اشتركوا في القناة